بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة لأجوزة كفاية الإخوان في التوحيد من نظم العلمة سعيد بن أبهان الشافعي الحضر من متوفسة 1345 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تفرد بكل وصف كامل وأرشد نبيه لدينه القويم وزانه بالخلق العظيم صلى الله عليه وسلم محمدا أكرم عابد على معبوده رب السماوات العلا صلى عليه ذو الجلال دائما وآله وصحبه وسلم وبعد فالعلم دليل نافع وزينة لأهله ورافع وخير مطلوب لكل طالب أجله قدرا بيان الواجب من كل ما لا يسع المكلف جهل به حتما لو أن تعرفا كواجب وجائز وممتنع في حق ربنا ورسله شرع فصل في ذكر ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله تعالى وواجب بواضح الإثبات لله عشرون من الصفات طبعا سبق التنبيه مرارا أن نثبت الله سبحانه وتعالى جميع ما أثبته لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من الصفات والأسماء والصفات كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسمع البصير وهي الوجود قدم مع البقى وأنه لمعاداه مطلقا مخالف ذاتا وفعلا وصفة قيامه بنفسه المشرفة وأنه الواحد ذو الكمال في الذات والصفات والأفعال ذي ستة منها الوجود صفة نفسية وغيره سلبية ثم تليها السبعة المعاني إرادة وقدرة المنان وبصر سمع حياة وكذا علم محيط وكلام يحتذا سبق التنبيه نحن نثبت الله سبحانه وتعالى جميع الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم غير تكيف ولا تأوين ولا تعطين وتجبيه وهو قديم ليس بالحرف ولا بالصوت عن نقص وتغير خلأ ثم على السبع المعاني رتبت سبع صفات معنويات بدت وهي مريد قادر وعالم متكلم عز وحي دائم وكونه جل سميعا مبصيرا المستحيل ضد ما تقرر من الصفات الواجبات فعلمي وجائز في حقه المعظم فعل وترك ممكن الأشياء كالخلق والإعدام والإعطاء فصل في ذكر ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام في حق كل المرسلين وجب أمانة صدق وتبلغ النبى فطانة ويستحيل ضد ما في حقهم من واجب تقدم وجائز في حقهم كل عرض لنقص فيه كالنكاح والمرض وما سوى التبليغ مما أثبت للرسل في حق النبيين أتى فصل في ذكر من يجب اعتقادهم من الرسل على التفصيل وعرف من الرسل على التفصيل حتما لما في محكم التنزيل والكل خمسة وعشرون بلا خلف وذا عقد نظام الفضل أبو العباد آدم الممنوح إدريس هود صالح ونوح ثم خليل الله إبراهيم ألوط وإسماعيل والعليم إسحاق ثم نجله يعقوب موسى شعيب يوسف أيوب إلياس هارون وداود اليسع ثم سليمان كذا يونس مع ذي الكفل يحيى زكرياء كذا إيسا المسيح سلبهم تكفى الآذاء وبعده جوار عقد الأصفية محمد مسكو ختام أنبياء صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا منذرا ورحمة عم بها كل الورى وناسخا قطعا لكل ديني وشرعه باخ ليوم الديني فصل في ذكر ملائكة الله تعالى لله أملاك وكل منهم رسم لطيف نير مكرم أوجدهم من غير أم وأبي أغناهم عن مأكل ومشرب ليسوا ذكورا أو إناثا وعلى تشكل أقدرهم رب العلا شأنهم في طاعة القهاري وليس يحصون لغير الباري لعشرة قد وجب التفضيل وهم أمين وحي جبريل وصاحب السوري وميكائيل وقابض الأرواح عزرائيل رضوان خازن لدار النعمي ومالك خازن دار النقمي ومنكر ثم نكير وكلا بالعبد بعد موته لا يسألا كذا رقيب وعتيد وهما الحافظان الكاتبان فعلما فصل في ذكر كتب الله تعالى أربعة من كتب الجليل يلزم علمها على التفصيل أجمعها معنى وأعلى سنى فرقانه المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم توراة موسى ذات نور وهدى إنجل عيسى خير عبد زاهدة زبور داود كذا المولى تحفى نحو الخليل والكريم صحفا فصل في ذكر ترتيب مراتب الأفضلية اعلم بأن المصطفى شمس الهدى محمدا أفضل مخلوق بدا من غير ما شك وخلف معتبر ثم الخليل فالكليم فالأبر عيسى فنوحا وأولو العزم هم فسائر الرسل كذا بعدهم كل النبيين فأملاك على تفاضل بينهم قد نقل ثم الرسول والنبي والملك عصمتهم واجبة من غير شك وأفضل الصحب رفيق المصطفى صدقه وأسعف بقونه وفعلي والمال فعمر المزيل للضلال ثم ابن عفان كثير النائل ثم علي ذو اليقين الكامل وبعده الستة كنز المدد فأهل بدل ثم أهل أحودي فأهل أيدي بيعة الردوان فسائر الصحابة الأعيان وما جرى بينهم فيما مضى فلا تخط فيه وسلم للقضاء وفضل أهل البيت نصا واقع وحبهم فرض وحسن مانع والشافعي ذو المقام السامي وسائر الأئمة العلامي فكلهم من ربهم على هدى كذا كأصحاب الجنيد المقتدى فاصل في ذكر الإيمان باليوم الآخر وما اجتمل عليه إيمان من كل ففرض لزيم في الشرع باليوم الآخر وبما يشمل من كل أمر واقع بثابت النص بلا مدافعي مثل السؤال والنعيم والآذى لميت في نحو قبر النبذ وذا مقام برزخ فالتعرفي فالبعث فالحشرف هول الموقف ثم قيام الناس ثم قيام الناس للعرض على مولاه معز وجل وعلى ثم السؤال بعد أخذ الصحف ثم الحساب وانكشاف ما خفي ثم جزاء كل عامل بما أسلفه من عمل تقدم وعنده يضاعف الإحسان والوزن حق وكذا الميزان كذا الصراط للجواز ينصب يوم المجاز فوق نار تلهب والشرب من حوض النبي الأسعدي صلى الله عليه وسلم يناله كل مطع مهتدي ويشفع المختار في فصل القضاء صلى الله عليه وسلم في موقف الحشر إذا ضاق الفضاء ويشفع المختار في فصل القضاء في موقف الحشر إذا ضاق الفضاء بالناس من هول القيام المرجفي فذا مقام الحمد حقا فعارفي وهكذا له شفاعات أخر وغيره يشفع من كل أبر والنار حق وهي دار للشقي وجنة دار السعيد المتقي كذا خلود أهل كل منهما حق وبالكل الدليل أعلم فصل في ذكر الإيمان بالقضاء والقدر ويجب الإيمان شرعا بالقدر وبالقضاء من كل ما ساء وسر والاحتجاج لا لدفع اللوم لا يجوز في الشرع بذين مسجلا فصل في ذكر رؤية والإسراء ورؤية المؤمن للرحمن جائزة الوقوع في الجنان ونال المختار في دار الدنا في ليلة الإسراء لما أندن إلى مقام لم يصله راقي وكلم المولى القديم الباقي وأبهجته رؤية لطيف بلا انحصار وبلا تكيف وعاد قبل الصبح مشمولا بما أعطاه من كل كمال عظم كربة التقريب والتقدم بالأنبياء في المقام الأفخم ثم غدا يصدع بالإسراء وما رأى في الليلة الغراء فبادر الصديق بالتصديق وكل عبد من ذوي التوفيق فصل في ذكر النسبي وميلادي صلى الله عليه وسلم نبينا أسعد خلق الله محمد أبوه عبد الله وهو الذبيح نجل عبد المطالب للمصطفى خير كفين ومحب فهاشم العبد مناف فقصي ثم كلاب مرة كعب لؤي فغالب فذو المعاني فهر وهو قريش مالك فالنظر كنانة خزيمة مدركة إليس فيه سمعت تلبية فمضر ثم نزار فما عد عدنان ختم لصحيح ما يعد وهم ذات كمال الشرف آمنة بنت لوهب فلوى في عبد مناف وهو غير من مضى فزهرة النجر كلاب المرتضى فهي بطاها في كلاب تجتمع أكرم به من نسب عنهم ونعيب السفاحي ولتكم معتقيدا نجاة أم وآب لتسعدا فهو الكريم ابن الكرام المنتقى من خير بيت في الأنام مطلقا مولده أنار كل منزلي في عام فيل في ربيع الأول وذاك في خير البلاد من القرى وذاك في خير البلاد من القرى وبعثه فيها ومنها هاجر ومات في طيبة ذال الهجرة وقبره فيها بخير بقعة وأرضعته من خيال العربي حليمة فازت بكل الأربي وأرسل المولى له الأمين بالوحي لما تم أربعين أيده بباهر الآيات وحفه بالنصر والثبات وعمره ستون مع ثلاث ولم يدع شيئا من التراث بل خلف العلم غنى العرفان وقائدا إلى رضا الرحمن فاصل في ذكر أولادي وأزواجه وعمره صلى الله عليه وسلم أولاد طاها سبعة بدور قاسم بكنية به مشهور فزينب رقية فالفاضلة فاطمة الزهر البتول الكاملة وزوجها الحبر علي ذو الوفا وابناهما الريحانتان شرفة فهم كل ثمن بها تزوج عثمان بعد أختها ذات الحجة كذك عبد الله بعدها حاري ملقب بطيب وطاهري والسابع ابراهيم ذو ذو السناء أتاه من مارية الحسناء أو ذو البهاء أتاه من مارية الحسناء وغيره من ذات أصل طيب خديجة أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومات عن تسعين من الزوجات للمؤمنين خير أمهاتي عيشة بنت لصديق الورى وحفصة بنت الغيور عمر ورملة أم حبيبة هي وبعدها ميمونة جويرية صفية سودة هند بعدها وزينب زواجه المولابية أعرف من الأعمام العباسي والحمزة الشديد حين الباسي كذا صفية من العمات أم الزبير حت في كل عاتي أم الزبير حت في كل عاتي فصف ذكر حكم جاحد ما علم من الدين بالضرورة وحكم ترك الصلاة كسلا وكل ما كان من الدين علم ضرورة بجاحده كفر لازم مكلفا إن لم يتب فليستاتب فإن أبى فقتله كفر واجب فإن أبى فقتله كفرا واجب غير إسلام أو القتل فلا يقبل منه مطلقا لن يمهل وترك الصلاة عمدا كسلا بشاط ترك يستتاب أولا فإن يكون عن توبة فورا آباء فقتله بالسيف حدا وجباء وحكمه كغيره من مسلم في نحو تجهيز وقبر فعلمي بل كفره جاء عن ثقات عظم من الصحاب والكرام العلماء فصل في ذكر التوبة وميتعلق بها والتوبة والتوبة الخلصة من الذنوب واجبة بركنها المطلوب من ندم وعدم العزم على عود إلى ذنب وإقلاع تلاء ورد ما كان من المظالم كذا قضى فائتي فرض لازم ومن يتب من ذنبه فأذنب عليه تجديد المتاب وجباء فورا وفي التأخير ذنب يوجد وعجلة في ذا المقام تحمد وهكذا من غير ما نقض لما صحى من التوبة فيما قدم وقبل عقد التوب من من نحبا وقبل عقد التوب من نحبا قضى فأمره لذن جلال فوض والعفو مرجوه من الكريم وعوضه كلا من الخصوم وعوضه كلا من الخصوم خاتمة في الحف على البدار بالتوبة واللزوم التقوى باد إلى التوبة فورا والزمي حسن التقى مدوم تحيا تغنمي واتخذ العلم سبيلا للتقى واخلص وكن ذا حسن ظن طلقا وازهد ولا تركا إلى دار الفنى وثق من المولى برزق موقين بوعده واشكر على ما أنعم به وسلم للقضاء لتسلام ودوم على الصدق ولازم للوافى واصبر وكن سمحا حليما منصفا وعصيها والنفس ودعنا الرضا وحارب الشيطان مهما عرضا ومر بمعروف برفق وانكري حتما لما شاهدته من منكري وخلص القلب من الأدواء وقم بحفظ سائر الأعضاء ولا تدعنك الشباب يذهب ولم تزود بما يقرب واسلك بباقي العمر في طرق النجا وكن على خوف مشوب براجا واحذر من الإهمال والتسويف واقطع حبال الغيب التخويف فاستشعر الموتى العظيم الموقع والقبر في بطن فلا تنبلقع واذكل ما بين يد الفجار من هول تعذيب من هول تعذيب وسوء الدار لينتفى عنك الغرور بالأمل ويلتفى منك البذار بالعمل فانهض وكن عبدا منيبا مسرعا وقف على باب الكريم خاضعا معترفا بالذنب والتقصير وطامعا في رحمة القدير لعله جل بعفو يسعد والظن في الله جميل جيد فهذه كفاة الإخوان أودعتها محاسن المعاني أرجو خبلا بمن الباري ونفع كل سامعا وقالي وتوبة وحسن ختم والرضا عنا وتوفيقا وأفرما مضى وخير ملاج من النعيم لجنة الخلد لدى الكريم بحرمة المختار مصباح الدجا صلى الله عليه وسلم غوث العباد والبلاد المرتجى محمد أعظم كل العظم منزلة عند كريم الكرمان صلى عليه ذو الجلال والعولى مع السلام وعلى خير الملاء أهل النبي والصحاب النبلة تمت بعون من بها تفضلا أبيات وأبانا بها نهج الهدى مئة وستون بيتا والحمد لله ختاما وابتدا اللهم صلي وسلم وبالك على نبي محمد بعض الخلق ولدى نفسك وزاعة عشر ومدى لك للماتك إلهي نجي من كل الضيقين فأنت إله هنا مولا جميع وعبلي في المدية المستقرر ثم دافنا في بقي وعبلي ولوالدي والمشيخ المسلمين آمين ترجمة نانسي قنقر